أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية جاء تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وكشف مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء أن هذه الاستراتيجية التي سيتم إطلاقها من قبل الرئيس السيسي تعد الخطوة الأولى من نوعها في مجال الملكية الفكرية وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية وكذلك رؤية مصر 2030 وأوضح رئيس الوزراء أن تلك الاستراتيجية تأتي أيضا ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبنىه الحكومة وبما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين السياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات